موسيقى حياكم بالزبداء معكم خالد واليوم سنرى كيف ننزل ألعاب نينتندو والسيجا والبلاي سيشن والبلاي سيشن بورتبل البي اس بي على جهاز الأندرويد طبعا نحط هنا آيفون لكن بس شكل لأن الآيفون ما منها فايدة وما يشغل ألعاب هاته شنو الأميليتر اللي عندنا اليوم؟ النينتندو، السوبر نينتندو، السيجا، الجيم بوي ادفانس، نايتندو سكستي فور بلاي ستيشن، البي اس بي، هذي الأجهزة موجودة حكيها أميليتر شنو معنات الأميليتر؟ الأميليتر هو برنامج يلعب دور الجهاز الكنسول اللي انتشتري فمعناتها كأنك تحاط الكنسول هذا في التليفون عشان تشغل لعبة حكي الجهاز لأميليتر أميليتر النينتندو سكستي فور اسمه ميجا ان سكستي فور جيم بوي ادفانس، هو ماي بوي طبعا فري دراستيك دي اس، هذا حق النينتندو دي اس، أول عن دي اس بوي حق النينتندو دي اس اللي هي كان الجهاز النينتندو اللي معاقله حق السوبر نينتندو اللي هو اس ان اي اس ناين اكس اي اكس بلاس اسمه بايخ طويل وبس هذا هو البرنامج سيقة اللي هو ريترو ام دي، البلاي ستيشن اف بي اس اي فور اندرويد اشوف هذا اكثر واحد شغال عندي والنيتندو اللعب في كابتن ماجد وهو نوستالجيا ان اي اس اللي هو هذا البرنامج نوستالجيا ان اي اس باندكوت روم كراش باندكوت طبعا فيه العاب وايد ثانية ابطل برنامج اللي هو الاف بي اس اي اللي نزلناه اشوف اهني انا عندي لعبتين من اتزلهم اطق على كراش باندكوت وهي راح تتغل على طول طبعا حق العاب في كراش باندكوت انصح تاخدون مثل كنترولر وهو الريزر سيرفل راح اوريكم مثال ثاني حق لعبة كابتن ماجد طبعا كابتن ماجد اسمه كابتن تسوباسا راح اكتب كابتن تسوباسا طبعا ايه كانت الجزء الثاني ان اي اس روم كابتن تسوباسا تو ان اي اس روم راح تطلع لي في موقع اسمه اميو باردايز او دوب رومز اتختار اي واحد تبيه طبعا اي واحد در يحلق اتنزل منه او اي واحد اسرع اني نشغلها في نوستالجيا ان اي اس طبعا قبل اتشغل اللعبة تسوي ثلاث نقاط سيرش ديفايس فور رومز يدور لك شنو عندك انت العاب بالجهاز تشغل اللعبة وتشتغل معاك ال ف ادلي اللي ما عاد بس هالحلقة يسوي ولي عاد بس هالحلقة يعرف شنو يسوي وسبسكرايب وحياكم بالزبدة